نرجع من جديد للبلاتو الحقيقة بيش نربط مع الرياضة والحركات اللي كنا قروا فيها مرة أخرى تتواصل مسيرة النجاح والتقلق بالنسبة للرياضة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخصوصية المرة هذية تتويج جديد البارح البارح في الإسكندرية اللي يلعبوا في أصحاب الإعاقة الذهنية يلعبوا كرة الطاولة والمدربة امتاحهم طحية كبيرة المدام زهرة الغرابي ذوي الاحتياجات الخصوصية البارح توجه بالفضية وبشي ترشحوا لتوكيو 2020 خبر يجينا جديد ولكن ان شاء الله بشيكونوا المتوجهين بحثينا لهنا في البلاتو حتى نحتفي بالنجاح هذي نحكيو على نجاح نحكيو على النجاح في كل المجالات وهذا هي الموضوع اللي بيش يقترحوا علينا مدرب الدولي للترمية البشرية سي وليد لنفوتي صباح الفل وصباح ليسمين صباح النور من السكل ويعتيك صحة على ثقة هذه والاستضافة يعيشك سي وليد النجاح مرة أخرى يفرض روحوا علينا في كل الأعمار نحكيو على ما يسمى بالنجاح مش مربوط كان بالصغيرات بالتلمذة بالطلبة هو صحيح النجاح اني انجيرال هي حاجة مطلوبة يعني انسان يصعرها وانا لوج على شنو بش نحكيو اليوم وكل شاي لقيت ثم كلمة ديمة مربوطة بالنجاح اللي هي سعادة يعني انسان كي ينجح يحس بالسعادة وكل انسان عنده المعيار بتاع السعادة بتاعه هذيك شنو يعني ثم انسان يصعد بيشري حاجة ثم انسان يهدي حاجة ثم انسان يعاون انسان آخر دونك السعادة هذيك هي نتيجة لك النجاح هذيك وتحقيق الاهداف تحقيق الاهداف هذيك علش نفرحو بيه احنا نفرح على خاطر غذينا احتياجات فينا وثم عالم الاجتماع مصلو قسمها الى خمسة قال ثم احتياجات منتاع احنا بش نعيشو ليه الماكلة والشرب اساسية اساسية وثم الحماية اللي هي السيكوريتي وثم الانتماء الى مجموعة وثم الصورة بتاعك اللي بيشتعملها انتي في المجتمع وثم تحقيق الذات بتاعك اللي هي تخلي بصمة في الدنيا هذيك دون كل واحد كيفاش يشوف النجاح بتاعه وعنده معي درجات ومن نجمو انتعادوا للمرحلة اللي انبعد الى ما نحقوا درجة السلم هذي واذا يتعرفها هاي ولا دونك هذي يعطي مشروعية كالنجمو نقوله يعطيك صح أقوى وأكبر وأوسع للموضوع متاعنا لليوم اللي هو النجاح بخوانسيدنس احنا في عطلة بعد العطلة هذية مباشرة صغيراتنا بشيكونوا على أبواب الامتحانات دونك نبدو بالنجاح في مدلوله لول حنا كنوربتو ساعب اللي كنا نحكيو فيه توا دور الأولياء شنو هون بشيح يعني يخليوا أكل محيط هذيكا متوفر اي للصغيرات بشي نجموا يبضع وينجموا ينجحوا كيفاش يعني يشوفوا أسكو يحب يقرأ واحدو أسكو يحب يقرأ في مجموعة أسكو أنا ساعات يعني نعاونه بشي نعاونه كيفاش يوصل للمعلومة نحطوا على السكة يعني ما نيش بكل يوم زادة بش نحاضر معاه نحاول نشوف شنو الموحيط اللي دير بي اللي نجحوا طيف بالنسبة للعطلة هي أهم حاجة في النجاح عون جنيرال وبما فيها الدراسة هي التخطيط اي يعني أنت كان عندك خطة عمل واضحة وهدف واضح تحب توصل له وراك تنجح على خاطر وقتها بش تحط شنو ما اللي مويا اللي روسورس التاقات اللي يزمك تحطهم لك المخاططة ذاك بش تنجح بي احنا بش نكتفي بذاية فالعطلة على خاطر بعد شوية بش يكون حاضر بناتنا سي فاروق الجديدي بش يكون بناتنا ومعانا متفقد بيداغوجي بيش نحكيه وعلى كيفاش نجمه نخليه للعطلة فضاء للترفيه وايضا تكون فضاء للمراجعة حتى نحقق النجاح بعد العطلة نرجحوا للنجاح النجاح يبدأ من اللي احنا صغار من مقاعد الدراسة مدفتر المدرسية ولكن مش هذا فقط هو مفهوم النجاح ايه مش هذا فقط هو كل انسان اني قتلك عنده معيار معاين للنجاح كل واحد شنو يحب الحاجة المهمة اللي يزيمنا ركزوا عليها شنو انت الاهداف متاعك في الدنيا هذي وين تحب توصل بالضبط النفواء انت حبيت توصل البلاسة يعني بش تحط لي مواياني سي سيري اللي هما بش يوصلوك الحاجة هذيك كي تبدأ عايش بدون اهداف تبدأ تكون هدف او بالعكس تكون رسورس انت وسيلة بش يحقق انسان اخر الهدف متاعه عن طريقك طيب انت ربط سي وليد النجاح قلت يقترن عادة ثنائية النجاح والسعادة انا انا من محبي ان نعرفوا الشيء بضد متاعه نجاح ضد متاعه هو الفشل واحنا نقولوا اللي يفشل في العادة ما يكونش سعيد هو كان مشيوا للسعادة ايضا ولكن ساعات الفشل والاخفيق هو درجة في السلة ممتاعنا باش نبلغ النجاح وهنا برشة كان نجم وحتى اللي ينقطعوا على المقاعد الدراسة يلقاوا ذويتهم ويحقوا روحهم ويعملوا مشاريع للحساب الخاص ويذوقوا طعم النجاح هو دراسة مش هي حاجة الوحيدة اللي تواصل الانسان ينجح وثما برشة اصحاب مشاريع معروفين في العالم مخداوش حظهم في الدراسة لكن كانوا ناجحين وكانوا من بين العباد اللي توي خدموا في عباد قرات يعني كل واحد والمعيار تعال نجاح بتاع وكل واحد شنو وين يحب يوصل وشنو الهدف متاعو انا انفوا حتيت هدف متاعي باش نبديه تاوا اي وانفوا انا بديت الهدف متاعي عارف روحي وين ماشي نحب نحقه يعني اي اوبستاكل باش يعرضني اي صعوبات باش تعرضني ما لها باش تكون كام باش تحفزني باش نتعلم المراجي كيفاش نقرب الهدف متاعي اكثر وهنا في كل هدف في يزدنا ديما نحطه معيار بتاع نقيسوا بيه اسك انا وين تاوا وصلت مزلت اشي يزمني نعمل مرة جاية نعطي الحق لروحي للخطأ هذك اكثر حاجة تجب تتعلم بها اي وهكاكا بشوية 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 اذاك لابرسيفيرانس والشجاعة الشجاعة بتاع تعمل حاجة مختلفة على الاخرين مختلفة متميز على الاخرين النجاح بتاعك يكون اسهل ويكون خيال ذوق تعمل النجاح اي انا ربطوا شوية بالضد ولكننا نحب نزيد نغوص معك اكثر لحق انو بيودي نجاح نلبسوه ونحقوه الناس الكلة دونك اساعات يقول لك النجاح مثلا خلط له في مرحلة ما كنت ام ممتزة كنت ربط بيت ممتزة في خدمتي كنت ضغط طعم النجاح في قرايتي دونك الفعل اذا ادركته قتلته هل النجاح ينطبق عليه هذية وقال النجاح هو دربة يومية وسعي دائم يعني نجم ننجح ولكن ما زلوا عندي نجاحات في الافق احنا نربطوها بالضم مضادات ايش كثما انسان في الدنيا يحب الحزن لا دونك نحب النجاح دونك على قدمة توصل انتي هو انتي ذكرت حاجة مزيانة برشة على قدمة نص نحقق انا هدف ونحس بالسعادة السعادة ذيك شتعملي نشوه دونك بشتحفزني اكثر باش نجم نوصل للمستويات اخرى وهدف الانسان رو ما يوصل لش يعني انا كام بشتقول انا بشتحقق نولي عندي برشة فلوس مثلا اكيد الفلوس هذيك بشتعون بها حاجة اخرى عملت حاجة اخرى شنو الهدف من ذلك بش نسعد العباد اسعد العباد شنو كذي دونك الاهداف متاعنا ديما متواصلة الى يعني مال النهاية دونك نحكي وليد على النجاحات شنو رايك معاش تحكيه على النجاح لا صحيح نجاح نجاح نحكيه ديما نحكيه على نجاحات نحكيه على تطوير ذات ثم عباد تحب تطوير ذاتها ثم عباد في السابعين تقرأ في الدكتوراه ثم عباد في التسعين مشى تحاول بشتعون مشاريع يعني هي نظرتك انتي على الحياة هذي وهذا كل منين جاي جاي مالثيقة في النفس اسكوا انتي عارف قيمتك في الدنيا هذي شنو تحب تعمل انتي في الدنيا هذي وين تحب توصل يعني اسكوا انت وراجق بل عاونك باش انتي تتخمن بالطريقة هذيك مشيت الواحد باش يعاونك يشوف شنو الاهداف متاعك شوف انتي القيمة بتاعك شنوه عليش انتي تحب توصل لك الحاجة هذيك وغيرك يحب حاجة اخرى الاسألة هضومة كل راو النجاح او النجاحات هي عدة اسألة يعني انشتينيش يقول يقول انا قدام اي مسألة عاتيني خمسة تسعين بالمية من الوقت نسأل الاسألة شنوما السؤال المهم يجبني نسألهم خمم ومن بعد خمسة بالمية هو الاجابة عنك السؤال اي مش هينة طرح الاسألة ما هوش هين هو بداية الاسلاح في كل شيء اذاك عليش مشي ناس الكل تنجح ومشي ناس الكل تحاول باش تخلط الهدف متاحا ومشي ناس كل بتحامل موثابرة خلينا نشاكسوك مرة اخرى هل النجاح يعدي كيما الفشل لطف يعدي يعني ساعاتك تكون موحات بناس متشأمين بناس عندهم شوية احباط تسير هيك العدوة السلبية هذيك هل النجاح في المقابل اني نقعد في صحبة طيبة مع ناس نجحين نجح من التعداء ونلمس النجاح في فترة من حياتي انا الشي قول يعني كيزيني واحد يحبي ينجح ولي حبي حق الهدف اول حاجة نوضح صورة نوضح الهدف الثاني يقولو تبدأ تاو تكومونس ماتنا تاوى 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 scatter الشيء الثالثة تبعد على كل صور الآلة اللي بجتشب دك التالي من باين لصورة دوم هما الخلطة المشبهة اللي هما العباد اللي هما نيجاتيف اللي تمشيلو تقولوا أراني أنا خمم اكاكي قالوا قلوك تيفوك عليك تادي حكاية تحكم فيها لاكذاك هذه نبعد عليه نمشي للعباد على ذلك عليش يجب من نعمل كرتوكرافي نشوف اللي داير بيش يجب أن يكون أهم الحاجات التي ينجمون ويحفزوني. الخطر إلى أن ينسلون. لا نجمون ونصلون. يعني نحن نصلون أصر تاماماً قدام عقبة. لو لم يجب التحفيز متاع تحقيق الهدف أقوى. لا نجم لي وصله ولا نجم لي نتعدى. لذلك سهل مهم. لذلك يجب أن يكون ناجح يجب أن يكون دائريين بها عباد ناجحين. عباد حتى لو فاشلة لكن في باله لي فشلت على خاطر ما عملتش حاجة معينة. لذلك نجم يكون هو ينصلك إفكي هو اللي تعلم الأخطاء بتاع والحكيم هو اللي نجم يتعلم من أخطاء غيره. بح نختم معاك بهذه في أقل من ثلاثين ثانية. كيفاش النجم ونكون حتى كان أن تغيب الناس هذوما وندخلوا في باب ما يسمى بالمغامرة نغامر. يعني رغم أنه اللي دايرين بيا كل يقولوا لي المشروع هذا بشيفش البلاد أنك خيز. أم البخ سنتاج متاع النجاح ضائلة ولكن أني نغامر بعد ما ندرس نغامر ونحقق النجاح. وهناي ذولي لذة خاصة حتى كان نحكيه على طعم النجاح. سي سبيسيال اللي هناك. سبيسيال على الأخر هو زين نعطيك معلومة. هو أكثر الثروات تتكون في وقت الأزمات. وشكوني كواني 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 ذكي. وذكي يناولي حاط الأهداف تاعة وحا عارف روح ووين ماشي. لو كينفو عارف روح ووين ماشي. دونك بيش يستغل أي فرصة موجودة. دونك النجاح هو استغلال الفرص الموجودة. تمنى بروحك اللي انتي راك تنجم اللي انتي هذيك. شو تم حاجة أخرى أناس. إن فواني جدني فكرة حاليا. عارف روح انتي مخول وقتها ربي خولك انتي. الوحيد باش تحقق الفكرة هذيك. يعني جدك الفكرة انطلق. يعني متخممش. قول أنا سيبو نجم نحقق الفكرة هذيك. ونجم نوصل غذي الثيقة في النفس اللي فيك. تو توصل تحقق كل شي تحقق لي. خيب يا ونخليو النجاح ينبع من الداخل يعني. يا حبة ذي لو نلقاوا الناس اللي تشجعك اللي تخوا بيدك. ما جاج سيبا غرف من الداخل ينبع النجاح هذي. ونمشي إن شاء الله في طريق مكلل بالنجاحات. هو أحسن حاجة تحفيز ذاتي نعملو كيميس تربيم في العيد ميلاد بتاعه. باش يفرح. اهداء اللي روح وعيد ميلاد ما استناش العباد يعني اهداء روح وهدية. ما استناش العباد باش يجيبلو الهدية. دوك مشاء البوصة. رمزية برشا لحكي. دوك ستخي سامبوليك اللي أنا يزمني لو جديم على الحاجات اللي تخليني أنا نموا واحدة. ثم عباد باش تعاوني. هذيك باش تكون كاك الدفعة القوية اللي باش نوصل بها أكثر. طيب إن شاء الله ليتفرجوا فينا الكل داخل حدود الوطن وخارجوا إن شاء الله تضيق وطعم النجاح كل واحد من موقعوا. قلنا حتى ساعات قولك أنا ما نخدمش أنا ربي في الصغار. هذيك أكبر خدمة نجمو نخدموها وأكبر نجاح أن نخرجوا ذرية سالحة ونخرجوا جيل كامل لسالح. هاتيك صحة. هاتيك صحة. شكرا لك ألب صحة لك. دونك بعد شوية متنمشيوش لبعيد مش نمشيو العالم الموضة عالم الأزياء وعالم صيحات الموضة مع نعيمة الشرميتي بعد الشارع. دونك الفقرة هذية بإمذاء الجميلة بشوكولة الرقيقة نعيمة الشرمية تسباح الفل نعيمة. رحبك أسباح الخير ليلك يناس وليسادة المشاهدين الكل. أي شو نحوي لك في الصالت. دونك جوشتما والله يناكم شو نقول لك شو نقول لك حوالنا سنية كش تكون نرمال ما في الصالت. أعرف اللي أحنا قد ما نشريه شوية وما نحكيش على الإعلاميات والظهور التلفزي ولكن ننسي لكل يظهل يا قد ما نشريه ديما عندك الوقف الصباح القرد روما فيها شيء. نحن نقول لك كل يوم ما نقول لك شو نلبس ونحير. لكن الناس لا نشجعون لكي نشريه برشا 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 برشا. تعرف عليش خاطر فما في العالم اليوم قاعدين يحاربوا بش نسميوه فاست فاشن. اللي هي على وزن فاست فوت. نحكيو عليها إن شاء الله جمعة جاي ولا الأسبوع لخاطر فما كل يوم كل جمعة تخرج موضا. وحنا هنا في دورنا توعوي من قولوش ما تشريه ديما ديما. ما كونوش مستهلكين. صحي دي خاطر أنتي تنجم تنسق قطعة مثلا تشريه حاجة بيها. وتنسق مع برشا حاجات معني تموش كل يوم تشريه خاصة لبنات الصغاري. أنا حسيتهم يسير يشدوا لي بغانتيحهم حتى مش قد ميزانيتهم. وهذا الحقيقة ينس مش حلو. وحتى هنا العناد تشبه على البنات. نقولوا احنا الصبايا للبنات اللي سيين. دوك يسر عندهم العناد ساحب تشريه الموديل الفلاني. صحيح. مركة الفلانية. دوك ندخلوا في هكا الدوامة هذي كان وليو شعب استهلكي بالأساس. صحيح. رجعني للسولد. ما رأيك في السولد؟ عملت دورة ولا؟ أنا لم أقلت دورة من هوات التسوق. بصفة عامة نشري حاجاتي مرة في العامين. ونشري قطعة. ننسقها على برشا حاجات. وما نحشم نقول ونشاجع. معنيتها نشري قطعة. نجم نلبسها أربع مرات. المهم أني نعرف كيف ننسقها. الحقيقة. لكن حسب ما بلغني سولد أمور ومش هي. على خاطر الحقيقة جاي في بريود صعبة برشا. ومفا ميش برشا معنيتها. معنيتها نسبة تخفيذات كبيرة برشا تعرف الناس عشرين وكل. المقدرة هو مربوط بالمقدرة الشرائية. حسب ما سمعت اللي هو موش ماشي برشا. لكن راهو نشرجع ديما بيش نمشي وتشري وحويش. انتي كيفاش تمشي تشري وحويش. نشري وحويش بازيكة فما حاجات البازيكة نقوله. دونك هذين نختم دي قبل ما نمشيو في جولة مع الصور اللي تقترحوا مع لنا. نشري وحاجات البازيكة اللي موجودين في كل جاردراب هكا ولاينا. احنا نشري. مثلا نسر والدجين الفيستجين البلازيكة. نشري وحاجات الموتوش. أندي مودابل اللي تلقاهن في دريسينج في خزانة كل مرة. خللينا نقوله خاطر فما يقول خزانة فما تقول دريسينج. جمعة الأولد سكول جمعة لقدم. نقول خزانة فما يقول دريسينجي نسو. كل واحده أموره. المشكل المهمة اللي في وسطه. المهمة اللي في وسطه. ما هي الحاجات البازيكة؟ يعني ترهم انتي أساسيين كل مرة يزيقون عنها. خلال الجين. thinker الجن بنويع الكل. التويل. والدي ذراعي. البلازيكة. الطيائر. كما يتم تروى ع Rendleseكة. المرتاح والبازيكة، والشطاة والسيف ومنذين تتحن عنها. ومرتاحون. والبسكيت هذه كاملة لا سبيل إليه. ألماني يسلم كل بسكيت، خصوة العلاج والبنائة التي يتنقلون برشا. وعندك البوت، البوتين والسندال، هذو مقطعات بازيك، ما ننسيوش فشتي دي معانا مونتو أنا بشي قل لك شخليت يا نام، كل هذا مواصر والجين ننسقوه مع مريول، جوب ننسقوها مع شميزي والابونتالي مع شميزي ونلعبوها على الألوان، الألوان والتنسيق، إنس دي ما نقول معلومة مهمة جدا التنسيق وأنا باش نهزك أنك سمعتش نهار بكلمة المتساوق الشخصي الحقيقة كانكي أنت قترحت علي الموضوع باش نبدأ أونيت معاك إحنا دجاها وبصورة لنصينا الموضوع في هذا اليوم جبت لكم اليوم وأنا نفرح بارشا كي جي كونسيبت لتونس ونحكي لك عليه أنا أربع سنين مشيت لفرنكفورت في خدمة ومعنديش وقت كي دخلت البوتيك قالوا لي نزرب دي ما سبيت قالوا لي مادام رويت نجم عنا برسونال شوبر الحقيقة استحسنت الفكرة قتلهم إلي هو بالعربي المتسوق الشخصي اسمه متسوق الشخصي العالمة اللي أنا مشيت لها في فرنكفورت خطر ما عنديش وقت نخدم وعندي ساعتين من زمان بش ناخذ فيهم روبا قتل من حب هاكا وهاكا الحقيقة عاوني وما خلصتوش معني العالمة هي اللي خلصت وهذا نحكي لك معنيها عندها أربع سنوات أربع سنوات التالي معني في فرنكفورت نحن اليوم بش نحكي وعلي لأنه السؤال الساعة عنا منه في تونس وإلا لي أكيد لأنه احنا عادة أنه نمشي ونتسوقوا قليل نمشي ومعنيها نهار بش نخصوه للشوبيغ ولا عشوية دونك جيني للمولا حقيقة نمشي ونتجراء ونحبوا نشيروا حاجة في مخنا ونبدأوا اللوجة فيها من بوتيك لبوتيك لدينا هذية المتسوق الشخصي في تونس نعم اليوم عنا في تونس من عام لاول ولد مهنة اللي هي اسمه المتسوق الشخصي هات نعرف به شوية اللي هو البرسونال شوبر البرسونال شوبر هو كان حكر على الفنانيين والفنانات والعبيد اللي عندها مدية لكن في تونس اليوم فمع علامة تونسية وزوز علامة فرانشيز جاء أو خاصوا البرسونال شوبر انتي تمشي السيدة اللي تفرج فينا ولا المراد تونسي وتفرج فينا تمشي العلامة هي اللي تخلصوا المتسوق الشخصي كما قلت انتي ما عندك شوق باش تمشي ساتين هو يفهم في المورفولوجي متاع المرأة ولا المورفولوجي متاع الراجل ويفهم زادة في لون البشرة ويكون زادة تبركالعليه ياسر اين معانيتها هو فهم في العلامة هو فهم شكون فهمة في العلامة كما اخترت لكم في التساور وانتي تقعد على روحك لكن انتي عندك امكانيات كبيرة برشة اي ناس نحب نقول لك اليهوما البرا يخدموا بسويع وتوصل لساعة الميتين أورو في المانيا في فرانكفورت معنا خدمة يراهي مهنة معنا من استعاروش منها في تونس ويكون هذا ما ناس يفهموا في المورفولوجي صحيح لماذا نتلقى الاختيار؟ هو خاطر فهم ناس الحقيقة اليوم اوتو فاشن مانية خلينا نقول اوتو فستايل كلاسيك برشة ما يحبش كي هو يستعين بالبرسونال شوبر يعاون برشة يعاون برشة يعاون بالكدي وليوم نقول لك رو مش حكر كان على الفانانين يمشي ورجال لبنت صغار انساء يقعدوا في الدار رؤساء المؤسسات كما تشوف تساور انتي تقعد على ريحتك وهو يجيب لك للوين هذا العز هذا هذا العز انه الامرأة تمشي ليسيتها فوق منها تقعد تلقى شكون ينصحها يعطيها الحاجة التي تويتي بدنها وبشرتها والمغفول وجي متاحة وتخرج فرحانة لحقيقة انا فرحت فرحت عمليو الكي سماعة ومشيت هما عندي فيهم صديق وكي سماعة فرحت اكثر انه علامة تونسية حاتت معناتها وفرت وعليش المحلات تجارية فيقو بها التي تسهل لهم الخدمة وتسهل لهم الحريفات المتاحة حاجة يسرح لوا كما قلت انتي عندك وقت تمشي ساعتين هو يفهمك مثلا انتي تحب تقولوا اينا عتيني نحب نطلع في التلفزة بشي سهل عليك سوات تقضي اربعة سوئة تقضي سواتي تحقق مربيح للبوتيك هذا ليه البرسونال شوبر هو يفهم برشا يعني هيكون خبير من كما تعرف انتي فانانين عندهم مش وقت بشي يشري يكون برسونال شوبر كما تشوف يلابسك ويوسع بيلو معناية احنا بالتونسي يقولوا يوسع بيلو معاك ويختار لك الالوين اللي تحب عليها انتي ممكن هو يخرجك من الاستيل كان انتي استيلك شوية اولد سكول وفما موذة درجة يلابسك على ذوق هو يعطيك نظرته هو زيدنا صحيح وانتي ما تخالصوش وانتي ما تخالصوش توا انه العلامات هذية فقط بالمهنة هذية اللي هي مهنة احنا نحكيه على الانتليجنس اختيفي سيلو كل اليوم هذية حاجة نوع من ذكاء جديد اللي انتبهوله العلامات هو هو في العالم الحقيقة رايدين برشا نعيمة في هذية نلقاولي ديكوستور متاع برشا ماركت ديكوستور في الشوكولات ديكوستور في القهوة دونك نيس ديكس بيخ اميتي يفهموا في المجال هذية لا تزغطك ما تزغطك وليت بلاش معناية الحاجة اللي تشاجع متلان كانوا قبل معناية راو يخدم بساعة بساعتين بثلاثة معناية كان الفناني توا لعبت الكل تطلبهم سيغفيس هذية تمشي تلقاه في العالم اللي انتي تحب عليها ايناس وتشري على ريح تكره وبشتطور فهم حتى في زكسس واغراهو موش كان في الحويش انا نعرفهم في تونس انتي قلت هذوما مؤخرا في تونس وفي ماركة تونسية تحديدة موجودين في اللي بار في مريض هل لي عندهم سنوات على قل نلقوهم في اللي ماركة الكبار متع البوتيكة موجودين اخر مرة قريت ترتيكل في فوق هما قاعدين توا يتاوروا في فرنسا تقول لك جيني انا الحريفة تعرف انتي قال غيلا فاييتو فوما برشة برشة مركيت في فرنسا خاطر سوق كبيرة برشة جيوم قاتلك اينا جيني الحريفة نحب نوفر لها كل شيء معناها اللي يفهم في الساكسسواغ معناها برسونال شوبر اختصاصين معناها اختصاصين ويحضروا الناس يحضروا في في اللوك في الفاشن ويكلو لانيين ويشوفوا ما هو الدرج خاطر انتي تناجم بالتليفون تقولوا نحب روبا ذكا ما تلبسها حتى واحدة بش تجيبها لان دون خدمة كبيرة برشة وشوف انتي الفنانين كما احلام ولا درازة رقدش عندها من منصقة معناها يذوكم عندهم شوق بش يلبسوا ويحضروا على ثلاثة شوري ناس يحضروا اما الحاجة جديدة اللي انا قلت لكم في تونس انه ما علامة تونسية نشجروا احنا العالمة تونسية وانه تفل تلقاوه ماني برسونال شبر تكونوا هكا سايسين معاه وتضحكوا في وجوه ويعونكم مجانا اما ان شاء الله زيدا نعيمة هذية انتي قلت موجودة في ماركة واحدة تونسية في تونس حتى ان شاء الله تعمم ان شاء الله يقع استمسيخ التجربة هذية وان شاء الله علش لانه يقول لك البلادان خيز ما يشكي في العادة ما فهم ماشي اقبل رو المقدر الشرائي لان تصرفوا بشي يعملوا المتساوق الشخصي احنا كما قلت لك راهو الحقيقة متنجم زاد انتي امكانياتك صرتو صغار ودبشغ لي برشة انتي تنجم تنشي حتى حتى علاقاتها انه تلقى شكون ينصحك كما المراتونسية خطر الهوسم الكل نمشي ونختاروا حاجة ما عندك عرس انتي ما عندكش وقت تقضي اربعة سوية تمشي ساعتين من زمان تسأل تقولهم اعطيوني المتساوق الشخصي بالعربية الفصحة ولا البرسونال شابر موجود بنيا ولا ولا يدعاونك في الازياء متاك وتكون تروح فرحانا وتتعلم حاجة جديدة اللي هي في تونس نحترمو المهن جدد طيب جي على باني نعمل دورة جي على باني نعمل دورة نزك نزك ونمشي انا قبلنا بعض نختي ولا حاجة نفهم ايكيد في المورفولوجي متاك ايكيد بيش نهزك ونمشي ونختار ونلحويش ايه صح علي عندي متساوقة شخصية صديقة ايشك صحنا عايشك عايشك احنا لحقيقة نقول لكم تابعونا لانه نعلموكم بحاجات في العالم الكبير هذي عالم كبير برشة الناس عالموا لازمنا نوعيو الناس اليوم اشنو فهم الحاجات جدد ونستحنسوا الافكار جديدة للعالمات التونسية وبصفة عامة اللي تهم الأسرة طيب للا ان شاء الله جيمة هكا وخير من هكيا تبعونا بش ياخذوا برشة افكار شكرا لك نعيمة شرميتي مرحة خلينا نمشيوا للنغام هذي وراجعين مكملين مواصلين معاكم الى حدود الوحيدة ظهرا هذي مجموعة تقنيوا وراجعين موسيقى 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 عليك 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 الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك 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 الصلاة يا نبي الله عليك الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك 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 الصلاة يا راس الله عليك الصلاة يا راس الله عليك الصلاة وصل الموت عدوها وصل الموت عدوها يا وين اللي جاتوا يا وين اللي جاتوا طفرق بين الخوة واللي بولداتوا طفرق بين الخوة واللي بولداتوا عليك 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 يا رسول الله عليك يا رسول الله عليك 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 يا نبي الله عليك تومان تومان عليك 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 الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة يا نبي الله عليك اشترك في القناة يا رسول الله عليك الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة واصل الموت عدوة واصل الموت عدوة واصل الموت عدوة يا وين اللي جاتوا يا وين اللي جاتوا تفرق بين الخوة واللي بولداتوا تفرق بين الخوة جمع جمع عليك 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 الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك 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 الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك 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 الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك 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 الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك الصلاة يا رسول الله عليك الصلاة عليك الصلاة نحكيوك وجينا في الوقت هذية كما كل مرة تنصية في الوقت هذية أكد لك الأغلبية كان مش الكل في الكوجينا هذية الكريم اللي بيش نحطوها معانتها من داخل يعني هي تقوش عليها بقلوة اما في عوض للفيكية بيش نحطو كريمة احنا في المتنا الكريمة متاعنا العربية ليه إيترا حليب أربعة كعبة عظم كاملين وأربعة مغارفن شاية وأخلا نحطو في البوفريوة معانتها أنا هنا على إيترسين الحليب حتيت نصرت البوفريوة وكي نجم كل وحد شنون يحب يزيد ينقص ذيكا ما هيش مشكلة نحكي في الفيكية فهمت؟ هو ديجال معاني أنتونس برشا قوية برشا ريحة البوفريوة والتاميج جمع الكريمة ديجال على مستوى ريحة نحسوه نشموه إذا ما هتكون هي توسخونا ما إذا ما تكون عاقدة شوية شم بعد كنقصوها نلقا وديم وخصو حاضرين خيب يا بوفريوة ما نجموه نعملو حاجة أخرى ولا؟ هي في العادة بوفريوة وفهمشكون يحط شوية زوز نوع معانتها وضوبنا الزبدة ذوبناها وصفينيها يزم تكون اللون متاحا غامق شوية نديري زيت لان معانتها ما يقعش فيها الحليب متاحا الزبدة وحالية الأوراق اللي هما هيدوما بين ورقة ورقة صغيرة خالبش نعمل قمتي بلاتو حالية الأوراق بش نعمل عاشة من لودة وعاشة من فوق فمت معانتها الكيلو فرينة يعمل عاشة من لودة وعاشة من فوق لتخاند كارنة خيب يا هاما هيدوما هكا البات بش نحلوها مهم جزت شوية نشي اي هنشي هذيك اللي فوقا اي هذي ينشي مشفي بالي فرينة دي مينشي بش نحلو الورقة نحلو هكا الورقة ونخلوها ترتح شوية بش نبدو نرميو في الأوراق متاعنا اي يزمها ترتاح دونك انتي عملتهم بعض هكا العجينة ديرينيها مع بعضنا عملت كوائرات اعم وبعضيك اللي بول هذوكم اوه نفجو شوية طلعو شوية لا 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 ما نفجوش خاطر بش في خميرة حوتو شوية انشي ولا اي وديما الورقة الاخرانية نعملوها اكبر شوية بش تجي مزيينة وك هذي الشحور متاعنا يقعد بكشا ما اللي خليتو انا من بكري لطوة اي اي خليتو على نار هيديا دونك اي كيما قلتلك كيلو سكر بلو البلاتو اللي بش نعملوه رتال تكفينا رتال السكر عليه نص 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 ارباع اترا ميو مهربتها قارس كيب يا داك احنا نتابعوا معاك والورقة الاطلغانية هيدي هالاخرانيا هالاخرانيا خليهم تلتاحوا وبعد شوية أليا شو نبداولو ينفرشوا في الاوراق اي نعملوا عشرة اوراقؤ من لوطا ما بين الورقة والورقstrong كاببتزبدة بينَشوق وبعد نفرشوا الكريفة متاعنا اي ونبعد انا انا نزيدوا العشرة اورقات اللي ملفوق ملفوق مالا معنطا ملفوق ونرشموهم ونطيبوهم وبعد من يخرجوا من الفور بش نسقيوا بالشهور خيب يا وقدش يقعدوا في الفور؟ ساعة غرباء بسنا الوقت واللي دعونا نقدموا ميلا بش النجم ونخطوا مع دي ساعة ويخرجوا بنين ويخرجوا كخستيانت هما هذو ما؟ هي كخيمز أكثر من الكريمة غنية من داخل مش خشخة من داخل بالكريمة خلنا عملو طلع لناسيما وين وصلت هذي يا زيدا كيف كيف مريدها شبكري هذي يا سوسا نعم الوقت لنا بالفور بس الداخل ونطاعدنا بالفور بس الثفاقشا ايه السوس اعطنا الريعا سيما سالتالياء لا يوجد فيه فهو بس نجموه فهو بس نجموه يوجد هناك احباق شاح يوجد هناك نعناق ملح به جئتني حتى نجموه بس نجموه أكبر البيتزا حتي لا يوجد فيها دعونا حتى تقر الزيت نحن ندخلها نتعرض لتضمعها في الجميع. جيدا. هل تقدمت بالقديم؟ نعم. نعم. ما نحن لدينا اللحمة في الفور؟ نعم. نعم. هل نجمعها في الفور؟ نعم. لدينا وقت حسنا. نحن 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 نحن. جيدا. لنحن نتعرض لكي نتمكن من المرحلة النهائية. نحن نتعرض لكي نتعرض لكي تكون. نبدأ معك بشأن نجمع لهم أموا دخلوا للفورة بشأن نجمع لحضروا فرد وقت. نحن الميزان بلاس متاعنا حاضرة اللي هي البات جسد عملناها معاناتها حاليناهم بشأن نبدأوا نرميه في الأوراق متاعنا. كما قلنا عشرة ورقات ملوتة عشرة من الفوق اللي خيمة متاعنا حاضرة. والشحور اذي كم بعد فيه اخر اخر توش معاناتها بشأن نحطول شوية شحور وشوية بستاش للزيناء. هكذا. نجمو نبدأ ولا نشوفه ولا يجب تخليها ترتاح. نرجع لك بعد شوية. خلينا نمشوا للفقرة المويلية وناسيمي إذا كان معنا حتى إضافة حتى شيء نجمو كيف مبعد الراو بشكل مهيي. نجمو نقاليوهم قبل باش ما يكحالش ومنطن يعترى شوية ويجي قد قدم على الكيسان دي بات. خلينا نقول لسيدة المشاهدين بعد شوية اطلالة اخرى بطيتر الراو فيها انو اللي دو شيف متاعنا قبل. نحن بش نمشيوا الفقرة في الميزان وراجعين ومواصلين إلى حدود الواحدة ظهرا نمشيوا الاقتصادون عفوا وراجعين بش نواصل إلى الواحدة ظهرا. مرحبا بش نقول مادم فيزل شعام بمديرة الدورة الثاثة لسالون الدولي ثالثة عشر عفوا لسالون الدولي تنمية الموارد البشرية. مرحبا بك شكرا تحياليك وجميع مشاهدين التلفزي الوطنية يعيشك. حقيقة نقول السالون في أعوام مولولا كما غلطينا وقلت الثالثة نبدأ ونقول احنا أرداج ما زلنا نتحسس في الأهداف متاع السالون. اليوم نحكيوا على الدورة رقم 13 شنوية جديدة بتاح الدورة 13 كما قلت من من دورة لدورة نحاول ان نطوروا في في التماتيك اللي بش نحكيوا عليها في البرنامج العالمي نحاولوا نجيبوا بلدان نجدد نحاولوا ديما نعطيوا طرق وأسالي بجديدة اللي يتعاون الشاركة بش نجم تطور من الكفاءات متاحا دوك احنا ديما عنا جديد جديد سني هو البلدان كما قلت المشاركة نجم نذكرهم اليهوما المغرب الكامرون ألمانيا فرنسا سويسرا امريكيا وتونس البلدان المشاركة معناتها تنجم تكون في البرنامج العلمي كما تنجم تكون بجناحات احنا عنا اكثر من ستين جناح عنا برنامج علمي على مدى يومين الي هو بش يتطرق التيماتيك شعار السنيلي هو كيفاش معانتها الانتقال ما بين الأجيال في المؤسة كيفاش ينجم معانتها يخدم المؤسة ويخدم مصالحها كيفاش ينجم يتطور من الكفاءات متاحا دونك احنا ديما عنا جديد على طريقة المتدخلين الي يعطيقوا الاضافة ويجيبونا اساليب جديدة وطرق جديدة ليتنجم تطور مشارك طيب المؤسة التونسية بكل التمثيلية متاحا كنجم نقوله موجودة مش تحضر في السالون هذي لانو نحكيو على تطوير الموارد البشرية نحكيو على حاجة مهمة برشا العمود الفقري لكل المؤسة كنحكيو على القطاع العام وإلا الخاصة كيف كيف؟ صحيح كما قلت الموارد البشرية هي اساس الشركة هي العمود الفقري للشركة إذا احنا ما ننوريوهاش الطرق جديدة نوريوهاش كيفاش معانتها الاساليب جديدة الحديثة للعمل الي تنجم تطور مشاركة تربحها برشا وقت وتربحها برشا فلوس وتكون هي تنجم تكون معانتها تتساوى مع شركات الأجنبية أو الشركات معانتها في العالم الكل دونك الشي هذي قاعد يتطور من عام العام ونلاحظو فيه ونحسو فيه خاصة في القطاع الخاص القطاع العام قاعد يقدم بشوي معانتها بخطوة منقولوا احنا صغيرة لكن في القطاع الخاص اللحظو فيه قاعد متطور برشا وهذي حاجة معانتها تفرحنا برشا على خاطر الناس بديت تعرف قيمة الشي هذي وتعطي قيمته على خاطر رهو هو الساس الموارد البشري هي الساس الشركة معانتها انتي قلت هذي حاجة تفرحنا برشا اينا نقولك هذي حاجة تفرحنا اكيد ولكن اتفاجأني واحدة من الناس لانه نحكي ويسر على خيز ايكونوميك في تونس وكل ما ينجر على الأزمة الخانقة هذه في البلاد دونك في السنوات الاخيرة شنو حوال المؤسسات مطيعنا ربدا في علاقة ديما بالموارد البشرية مدير الموارد البشرية هو عنده مفتاح النجاح للشركة على خاطر هو وقت لي يوظف الكفاءات اللي عنده في الأماكن المناسبة لها يخليهم يخدموا على راحاتهم باريحية اكثر دونك هما يبدوا يخدموا مرتاحين والشركة تستنفع منهم والانتاجين بتاعت الشركة تقدم بالاقداء دونك المدير الموارد البشرية عنده برشا مسؤولية في الموضوع هذا دونك مش بش نرميه على عاتقه كل شيء اكيد فما عوام الجانبية عوام الخارجية لكن مدير الموارد البشرية هنا تظهر قيمته في الشركة وتظهر الوظيفة متاعه الأساسية دونك عليه هو العمدة مش ينجر منيوظف الكفاءات متاعه كما قلوا احنا الانسان المناسب في المكان المناسب اعطينا اكثر تفاصيل يعني اليوم اذا كان نحكيه على الموارد البشرية كعنصر مهم وفعال في نجاح كل مؤسسة في القطاعين دونك اليوم نحكيه زادة على الفورماشون نحكيه على التكوين نحكيه على التأهيل نحكيه على إعادة التأهيل دونك هذي الكل موجود اليوم في تونس وإلا لا نسب التفاوت بين مؤسسة ومؤسسة أخرى لأنه هذي مجهود يومي يسحق مثابرة يسحق تحيين يسحق وأنه شغل ودربة يومية يظهر لي ملاحظة في محلها احنا كي نقولوا الشريكة كيفش تكون ناجحة الشريكة تكون ناجحة وقت لي عندها كفاءات متخرجين من أحسن مدارس هذي حاجة مهمة برشا حاجة أخرى وقت لي شريكة تحط على ذمتهم احسن مثل الاليات ولا لازيكيب مانجدد لكن زادة إذا ما كونوش هما بيدهم فورمي وميزاجوغ وكوتشي معند ناس اللي هما بروفشونيال هراو الشريكة ما تقدمش ولذي المعرض هذي هو فرصة للتلاقي نقولوا نلقاو لفورماتور نلقاو لكوتش نلقاو لديغاش نلقاو لبروفسوري ونلقاو لزيكسبير موجودين في المعرض هذيه بشيوري وليلعبات الأساليب الحديثة والأساليب الجديدة اللي تخليهم اتطور من الكفاءات متاحهم رو مش برشا فلوس رو حسب تجربتك مدام فيزا يعني عذرا على المقاطعة في العادة يعني فتناشا دورة اللي فاتت شكون يقبل أكثر على سالون هذيه فما اقبل أكثر من القطاع العام وإلا من القطاع الخاص حتى ندخل شوية في النواية في النواية الاصلاح يعني شكون أكثر يقبل على سالون وعندوها الشغف هذيه إنه يطور إنه يحسن بصراحة هو القطاع الخاص القطاع العام بقي فيما محتشم شوية في معناتها موجود ودايور موجودين معنا معناتها المؤسسة عمومية مشاركة معنا ومشاركة معنا بجناحات ومشاركة معنا بتدخلات بشي حكيوا على الفورماشون كنتينو بشي حكيوا على برشة حاجات اللي هي من 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 جانبها إنها معناتها تطور من الشركة لكن لكن معناتها الترق هذو ما نلقاهم من عام العام يتطوروا يتحسنوا ديما يلزم عنا تحيين ديما يلزم نبداهم موكبين الأحداث باش احنا بيدنا نطوروا من رواحنا ما نكونوا موكبين الأحداث معاك أنا على طول الخط في هذيه ولكن تعرف أنت إنه كما حتى على مستوى القوانين والتشريعات القراءة المقارنة تعرفت خليك تعرف أنت وين مقارنة بالبلدين المتطورة دونك أنا السويل هذا بتطرحوا عليك مدام فايزة أحنا وين اليوم على مستوى الموارد البشرية فعلا وانتي قلت لي في حضور السالون هذيه بحضور مشاركات دولية دونك تونس وين من المشروع ككل من الريادة في العالم هذيه على مستوى الدولي تونس عندها مكانة محترمة جدا تنجم معناتها تتصابق مع البلدين الأوروبية في المجال هذيه وعنا خبراء باسمهم ويعيتوا لهم في الخارج ويعملوا تدخلات وعندهم اسم معناتها محترم برشا اللي يقولوا بيه يقولوا ديز اكسبير دو غنان معناتها يقولوا بيهم معناتها سيتون غيفرانس فما في القطاع الخاص وفي القطاع العام لكن أكثر تبقي نرجع للقطاع الخاص على خطر الخبراء هذوما عندهم معناتها تقول أنت ديما فما ميزاجور ديما يكوتشي ورويحهم ديما معناتها يشاركوا في التظاهرات المختصة هذيه كسو سوا دي سيميناغ ديكولوك ولا في معارض دونكرة وتونس عندها مكينة مرموقة بالكدي وتشرفنا برشا احنا كتونس طيب شنية رهانات اليوم اللي على عاطق المؤسسة متاعنا ربطا ديما بالموضوع متاع الصالون متاعكم شنو ما أهم الرهانات ربطا أيضا بالظرفية الاقتصادية الظرفية الاجتماعية اللي تعيشها تونس شنو ما الرهانات الي اليوم شنو ما زال ينقصنا كان نمشي وتوكوغ معنا يا شنو اللي ينقص اليوم حتى نقدموا أشوات في المجال هذيه وتعرف أنه ديمومة المؤسسة والحركة اللي في المؤسسة والنجاحة مربوط أن تخطخ بالموارد البشرية ريهان هو ديما هو رس المال البشري هو الكفاءات البشرية إذا احنا الرهان متاعنا أن نحسن توظيف الكفاءات متاعنا معناتها في الأماكن اللي تتماشى معها يجب أن نفورميهم ونكوتشيهم يجب أن نضعهم أجور نوفرهم معناتها نعطيهم ليسيكل دو فورماشيون معناتها نحطوهم ديما معناتها على خط مباشر مع الفورماتور مع الكوتش كما قلت أنتي دونك الراس المال البشري هو الراس المال الصحيح متاع الشركة يقول وإحنا لو كابيتال ما نحكيوش على دي شيفخ صحيح الشيفخ هو مهم برشة في الشركة الإكيب من يجب يكون موديرن ويجب يكون حاجة معناتها تكنولوجيك من ما زاد الموارد البشرية الرهنوا عليها على خطرها هي رس المال أنا هذيك عليش والحقيقة حبيت نشيكسك شوية مدام فيزا ونعمل على رحابة سدرك لأنه ديما نربط بالظرفية الاقتصادية ونحكيوه على المؤسسات ونحكيوه خاصة على الموارد البشرية تعرف أنتي ونحكيوه خاصة في القطاع الخاص أول حاجة يفكر فيها وللأسف يعني يصاحب المشروع وليصاحب المؤسسة شنوه أنه يتخلى على الموظفين متاعه وإلا غيجيك شام معناها ينقص في الموظفين والعمل وغيره دونك هذيك عليش قطل كريهانات معناها نتصورها كبيرة في علاقة بالكريز إيكونوميك في تونس موجود لي موجود معناها من هذا حاجة ما نجموش ننفيوها لكن موجود بأقلية أغزمان فمشاركات أخرى اللي تنجم بتاعتي دو بوست لواحد بركة أما راهوا هذيه معتها غاغمان وين تنجح حكي كيفنا هذيه خطر كل واحد إذا تحطوا في البلاسة اللي يستحقق والبلاسة اللي نجم يعطي فيه البلوس راهوا هو يخدم أكثر مرتاح والشركة تستنفع منه خير معناتها ساساغا غيان باش نبداون معناتها نقول وإحنا توظيف الغير محكم ولا غير مدروس راهوا هذيه مهم برشا في الشركة طيب بعد السالون هذيه النجم الراهوا معناها أنتغاكتيفيته أكثر راهوا المشرفين على السالون هذيه هما ينجموا يتنقلوا يمشيوا لأصحاب المؤسسات يعني فما دور ياسر يزم يكون هنا على مستوى توعية زيدة للأصحاب المؤسسات هذيه ما نقعدوش نستنىو يعني به مرة في العام ولكن يا حب ذاي لو كان يكون أكثر على امتداد العام احنا معناتها المعرض هذيه يصير سيفري مرة في العام وهو ملتقى معناتها بروفشونيل اللي يستنوها الناس لكل خطر فيه برشة تابد الأرى في برشة نحكيوا على النوفوتين نحكيوا على شفام مجديد دي نجموا يمتعوا يعملوا الشركة بشتقدم سيفري ميحنا قبل السالون وبعد السالون فما خدمة احنا قبل السالون فما دي نيوزلتر نبعثوهم اللي هما معناتها يكونوا فيها الضيوف متاعنا ديز إكسپير ولا دي دي راش ولا معناتها أصحاب مؤسسات هذيك أزادة تخلينا نيخذوا فكرة على طريقة متاحهم هما كيفاش يسيروا الشركات متاحهم هذيه يروا مهم برشة خطر هذيك هو اللي نحكيوا عليه مبعدك احنا عنا نوع متاع تقييم اللي سير مع الشركات المشاركة حتى مع مع الزائرين مش نيخذوا فكرة شنو الحاجات اللي عجبتهم شنو الحاجات مع عجبتهمش دونك رو فما تواصل التواصل متاعنا مش كان في نهارين برك فما برش خد مقبل وفما برش خد من بعد هذا هو بش نعملوا النجاح هتعرف يعني ما نجمش يكون فوري النجاح ما نجموش اللي يمسوه ونعنقوا النجاح إذا كان عملوا على سالون في مدى متاع 48 ساعة ولو احنا نحييوكم مرة أخرى على سالون هذيه وان شاء الله كل النجاح والتوفيق للدورة تلوتاش يعيشك انا نرحب بالنس لكل راي فورسة ذيه الحاجة اللي بيه في السالون هذيه اللي هو روي مص الميادين الكل معناتها حتى واحد ما يقول أنا ما يهمنيش روي يهم الصناعة يهم التكوين آه تعليم البنوك التأمينات ينسه كل من جميعناๆ يعني جوز معانتها آه غبال في اللخر بالكل اللي حابن نقوله المعرض آذيه على مدى يومين فما معارضين فيما بالتوازيع برنامج علمي عنا اكثر من ستين عرض لعنا سبع دول المشاركة وعنا اختتام فني إالمعرضة هذيه اللي هو مسرحية بيش cambiالج الضريفة وطريقة معناتها ذكية كيفاش نعالجوا الإرهيق في المؤسسة اللي برشة ناس تعاني منه كان عندي الحق يقول لك أنه برشة خدمة على الموضوع هذي وخاصة توعوية تثقيفية كان النجم قوله للناس الكلة من خلال هالمسرحية دعوة مفتوحة الناس جي تشوف كيفاش احنا نعالجوا موضوع بأسلوب فني بش نوصلوا دي مساج نوصلوا طريقة ذكية المديرين الموارد البشرية وإلا أصحاب المؤسسات ولا حتى الموظفين بيدهم كيفاش ينجموا معناتها يطوروا من رواحهم كيفاش ينجموا يعالجوا المشاكل متاحهم يتغلبوا على الأرهيق في الشركة كيفاش نجموا يخدموا مرتاحين طيب إن شاء الله كل النجاح مدام فيزو شكرا لك أنك حاضرة بحثينا هنا في الوطنية إن شاء الله تكون الدعوة لناس الكل يكون حاضرين وشاهدوا يعيشك 29 في يفري في مدينة الثقافة والدخول مجاني للناس الكل مرحبا بيهم مرحبا بالناس الكل يعطيك صحة مدام فيزو شكرا لك إحنا المواصلين تعرف اللي نعيشوا في عطلة عطلة نصف الثلاثي الثاني البعض يفكر إنه يخليها مجال للترفيه فقط للترويح على النفس بعد فترة الدراسة والبعض الآخر يفكر إنه يخليها مجال للإستعداد والمراجعة باعتبار وأنه الامتحانات بعد في الأسبوع القادمة بعد العطلة مباشرة هذا حديثنا في حديث الناس بعد الشارع مرحبا من جديد سعيدة جدا لحقيقة سعادة خاصة بحضور رجالات التربية في كل المجالات مرحبا بيك سي فاروق جعيدي أهلا وسهلا بيك موضنا مرحبا ونشكروك على الاستضافة الكريمة لها دونك أنت بحذين اليوم كما قدمت وقلت اليوم تعيش العائلة التونسية على إقاع عطلة نصف الثلاثي الثاني بكل ما تعنيه للعائلة التونسية من مجال للترفيه وللمراجعة معاك نحب نحكي في الموضوع هذية أنت كيف ترى العطلة سي فاروق بالنسبة لصغيراتنا في الابتدائي في الاعداد وفي الثانوي شكرا مرة أخرى الحقيقة أنا نشكركم برش على التطرق للموضوع هذي اللي هام عليش لأنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع التونسي ألا وهي الناشئة الناشئة التونسية وهي رأس مال تونس بالضبط والتحكم في رأس المال هذا والاعتنابي هو معناها عناية بالمستقبل ومستقبل تونس بصيفة عامة الحقيقة الموضوع متع العطلة من نجموش نحكو فيه قبل ما نعرضوا بعجالة على شنو يحتاج الطفل باش النجمو نحذروله في العطلة احنا وإلا في غير العطلة الطفل لابد أن على كل مربي في المنزل وإلا في المدسة وإلا في رياض الأطفال حتى للجامعة على كل مربي أن يعرف ما هي الحاجيات النفسية البداغوجية للطفل باش ينجم يتعامل معاها في العطلة وفي غير العطلة بعجالة بمناها بسيطة برقية ولكن فقط حبيت ندخل باش ننظيف يعني هل الاحتياجات هذه تختلف باختلاف الفئة العمورية باختلاف الانتماء لمؤسسة في المدرسية في المدرسة ولا في الاعداد ولا في الثانوية لا هذه هي ليست اختلافات هي سيمات موحدة لكل الأطفال في العالم معناها سيفة كونية معناها أنا بش نعطيكم في عجالة اثنى عشرة حاجة نفسية بيداغوجية نفس بيداغوجية متفق عليها عالميا معناها نلقاها في تونس نلقاها في أي نقطة من العالم ولكن يجب يجب مراعاتها باش تكون الشخصية متعلم متوازنة بيه طيب جدا هات نشوف وترا وخلي سيد المشاهدين اللي تبعوا فينا ربات البيوت السيد المعلمين ينتبهوا مليح لأن اثناش هدوما متفق عليهم عالميا إنهم يشكلوا التوازن النفسي وشكلوا الشخصية الشخصية السوية متع الكائن البشري نبدأ يوسفه إذن التصنيف هو كالآتي الطفل يحتاج إلى فيها أربع أبعاد الشخصية فيها أربع أبعاد فهم البعض الوجداني ويتفرع إلى ثلاثة حاجات فهم البعض العرفاني ويتفرع كذلك إلى ثلاثة حاجات وفهم البعض الاجتماعي ويتفرع إلى ثلاثة حاجات ببزوع وفهم البعض الأخلاقي القيامي ويتفرع كذلك إلى ثلاثة حاجات نفسية بش نبدأ بالبعض الوجداني البعض الوجداني يبحث فيه الطفل على الانتماء على حاجة الانتساب والانتماء أول حاجة في الانتساب والانتماء هو حاجته إلى التعلق تعلق بماذا والانتماء لشن هو أول تعلق هو التعلق بالأم التعلق بالأسرة الانتماء إلى المجموعة الأسرية ثم الانتماء إلى مجموعة الأطراب ثم الانتماء إلى مجموعة الحي ثم الانتماء إلى الوطن ثم الانتماء إلى العالم واضح. نبدأ ومسغير واحنا ماشيين الى وصول الى الانتماء في التونس للعالم للكون. هذه الحاجة الاولى. هذه الحاجة الاولى ولكن الاشكالات اللي تنجم تكون في علاقة بالنقطة الولانية. اي شنو ما. اذا لكي بما انا المتعلم لديه او الطفل نقوله الطفل لان وقبل ما يكون متعلم هو الطفل مليولد مليولد عنده الحاجة الى الانتماء به. اذا لابد ان نلبي فيه هذه الحاجة فان لبيت هذه الحاجة تتواصل النمو بشكل سليم وان لم تلبى هذه الحاجة بطبيع بشيكون خلل في الشخصية. صحيح واحنا نلقا برشة اولي ياسي فاروق يتسائل ويقول لك هل يعقل انه صغيري عمره سبعة ولا ثمانية ولا تسعة سنوات ما عندوش اصحاب مثلا هنا نجيوا للخلل هذي في العلاقات ببيع الاجتماعية. ونجمو يوصلوا حتى الاخصائي نفساني باش يشوفوا ليش صغيرهم ما عندوش هالانتماء هذي دوق ننتبهوا امليح رجائم حتى نشوفوا صغيرنا وين من هال من هال الدورة هذي الكل اللي تحقق التوازن. النقطة الموالية. النقطة الاولى هي التعلق لانا نقابلها بيداغوجيا خاصة بها تتلبيها. ما هي. ما يكفيش انه نطفطنوا للحاجة نطفطنوا للبيداغوجيا كيف نقول بيداغوجيا خاصة بالام والاب والمدرس والمروضة والكل اللي يتعاملوا مع الطفل بصفة خاصة. الحاجة اللي التعلق تلبيها بيداغوجيا التجارب الايجابية يجب على الطفل ان يعيش تجارب ايجابية في محيطه العائلة العائلة في محيطه الاسر الموسع في الحي في المدرسة الى اخيرين. ما لا اذا كان طبقنا بيداغوجيا التجارب الايجابية يكون لبنا حاجة التعلق. هما في علاقة ديجاز وزب بعضهم. اكيد. ثم تجي الحاجة الثانية في البعد الوجداني من زنة وهي الحاجة الى التقبل. فما التعلق للتشمع وفما التقبل لكسبتاسيون. يعني كيفاش للطفل يحس روحه مقبول في العائلة مش مرفوض. وهذا كعليش حتى الجنين يحس انه هو مثلا مرفوض فيشوه احيانا. لانه هو مرفوض. وهناي خليني نحل قوسة سي فاروق تفاعلان ما علي تقول في لي انه مهم برشة خاصة ان نقبل الاختلاف يعني ساعات صغيرة اللي يبدأ مختلف. على صغيرات الاخرين ما نقولش بالضرورة من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولكن عنده حاجة. حتى في بشرته حتى أزمر حتى شعره حتى. في حاجة انه يتقبل كما هو على النحو على الشكل اللي هو عليها. هو يجب ان يقبل وهو يجب ان يقبل آخر. هي علاقة جدلية. حاجة التقبل تلبيها. بيداغوجيا الأنسية. يعني متاع كارل روجيرسة. هذا يعني منظر تربوي. طيب. اللي هي البيداغوجيا الأنسية. دون كل شيء بالوجدين يتحقق بهذه ما. الزوز. ومن ذات الحاجة الثالثة وهي الحاجة إلى المشروع. الحاجة إلى الاستثمار. تلبيها بيداغوجيا المشروع. إذا هو يتعلق. يتقبل ويتقبل. ويستثمر ويستثمر طاقاته. فبيداغوجيا المشروع. خبية. هذي الجانب الوجداني. بش يكون صغيرنا وجدانيا متوازن. وشخصيته متوازنة. نمشي للجانب الثاني كيف كيف بعجلة حتى لين نصلوا. نستثمروا هذي الكل في العطلة كيفاش. الجانب الثاني وهو الجانب العرفاني. كما بحث الطفل على الانتساب والانتماء في الجانب الوجداني. يبحث الطفل على الإنجاز. يحب ينجز. إذن ليلبى هذا الجانب عنده ثلاثة حاجات كيف كيف. هي الاستثارة ثم التجريب ثم التعزيز. يجب أن يستثار ذهن المتعلم لكي يكون في يقضى دائما ومتحفز دائما. يجب أن نعطيه الفرصة لكي يجرب ونعزز ونعزز قدراته. هذا موكول للأسرة للعائلة بدرجة أولى وأيضا موكول للمدرسة دور المربين والمدرسين. عبر بيداغوجيات ثلاثة الاستثارة بيداغوجيا الفارقية. وعليش البيداغوجيا الفارقية لأن القدرات المتعلمين والأنساق متحم تختلف والنماذج تختلف والسماد تختلف. إذن يجب أن أتبع وأعتمد بيداغوجيا فارقية يعني أفرق بين هذا وذاك في التعامل. والقيقة مجالة كبيرة. كبير برشا. كبير برشا. ملف متاع. نجم نرجع. نرجع لكم. وكل حاجة هي تنجم تأخذ حتى الدورة كاملة. طيب. وكذا. ثم الحاجة إلى بناء إلى بناء مؤسستية مختلفة متغيرة. جميل جدا هذا. جميل جدا هذا ما حاجة موكولة للعائلة والدولة زيدة. كم نجم موكولة حقيقة للدولة. الجانب الأخير وهو الجانب القيامي. هو في حاجة إلى تلبيت حاجته إلى الحقيقة معرفة الحقيقة إلى الخير والتمييز بين الخير والشر. ثم إلى الجمال. الحاجة إلى الجمال إلى. حاجة. وهذا ما تحققهم البديواجات. طيب هذو ما الكل ندخل بهم. هذو ما صالحين مشكلة نحكي وحنا في العطلة ولكن هذو ما صالحين لشخصية متزنة. نحاول وأنه نعنينا نتبه وصغيرات نبش شوفوا مدى توفر هال النقاط هذه الكل في صغيرنا. كيفاش نلبي واحتياجات صغيرنا في العطلة؟ بالجانب الترفيهي فرد وقت مع الجانب المعرفي. نعم. إذن مش نرجع لك الأول حاجة وهي مربط الفرس كما يقولون. أول حاجة وهي التعلق بش نخلي أن الطفل يتعلق بالعطلة مثل ما نجعله يتعلق بالمدرسة محبة ذلك نخليه تعلق بالمدرسة لهو متعلق بالعطلة سي فاروق ولكن في المدرسة مش متعلق بيه أنا ليه نحبك تشاطرني ساعة في هذية أنه تعالقوا بالعطلة هذيك بديه ولكن هل هو تعلق واعي أم هو تعلق مترشد أي هذا هو السؤال مش الإوسفي أنه يكون متعلق بالعطلة ربما متعلق بها بش يهرب من الفروض وبش يلعب وبش كذا ولكن العطلة لا تساوي الفراغ هو يخوها من جانب الترفيه ينجم ونخليه وهي تفرهد يرفع عن نفسه ولكن فرد وقت يحقق الموازنة والمعادلة مع الجانب المعرفي اللي يلزم وأنه يتدرب أكثر بش يلقى روحه مستعد إذن لهم المهمة موكولة بالأساس إلى الوالدين الوالدين يجب كما نبرمجوا ونخطوا للعمل والدروس أولادنا يجب أن نخطط للعطلة يجب نخطولها العطلة سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة هذي تخطيط قبل العطلة قبل العطلة تخطيط مبرمج تخطيط مبرمج مقبل كما نعمل توزيع 18 شهر مش نخدم أنا كما المعلم يعمل التوزيع للشهري والسنوي الولي يعمل التخطيط نتع العطلة بالليامات وكأنه بش يعمل رسات كأنه أم في المطبخ بش يعمل رسات شنحطوا فيه الجدوى نحطوا فيه وقت يخرج يتفرد وقت يخرج يحوص وقت يخرج نشركوه معنا نقعد معه نعمل معه جلسة قبل العطلة حتى الجمعة نقوله أنت شنو تحب ما هي القائمة مثلاً متع الكتب القصص التي تريد أن تروم أن تقرأها ما هي القائمة متع الأفلام الوثائقية التي تريد أن تشاهدها بالطبيعة وقت نشوفوها عنده أكسين قلوه لأرى عندك أسبوع يعني اللي فهمتوا منك سي فاروق أنه نعمل كيف كيف العقد بيننا وبين الصغير هذيك يكون فيه التوافق متع الإرادتين ويكون هكذا بالمحظة الإرادة متعو يمشي في التوجه الصحيح يتبنيه وينخارط فيها وينجح فيها أما إذا كان بش نسلطوها عليها معناها ما نيجي يمشي فيها تراشي سي فاروق وأنه التحدي كأنه كأنه صعيب شوية اليوم في وقت الرقمنة في وقت التابلات والزيك خان صغارنا للأسف نقولها مرة أخرى منغمسين برشة في هالطيار هذي الكل ويبدو أنه عملية استمالتهم للقراية ولمراجعة سيبها شوية للوراقي إذن هذي هذي دربة يزم دربة من اللول فهمتني إذا كان أبوه لأم وقت يراوحه من الخدمة يشوف أبوه على الانترنت وأمه على الانترنت هو بطبيعة الديالة هو والديه والمعلم والأستاذ إذن الوالدين يجب أن يعطوا المثال ويجب أن يبعدوا على أكثر ما يمكن على هالوسائل الحديثة اللي هي معناها بالحق لا توازي الكتاب لا توازي الكتاب والورقي يحاولوا يعطوا المثال هما في المنزل باش صغيرهم يتباحهم ثم يجب أن تحفيز وقت نجيب له أنا قصص مشوقة جدا ونبحث له على المراجع المشوقة طويا نغمس وراه بطبيعي الطفل ميال إلى الكتاب وإلى القلاقة فهمتني كيفاش نحفزوهم اليوم نحفزوهم كلمة مهمة سي فاروق برشا اللي هي التحفيز ونلقوا جدل حتى على المسألة هذية فما يقول لك تتعودوا أنه يكون إنسان معناها ديما يربط مصلحي يعني عنده ديما يكون عنده المنفعة والمصلحة باش يقضي هكا الحاجة هذيك وإلا ما يعملهاش وفهمة يقول لك لا ضروري جدا صغار اليوم أنا نحفزوهم نلعبوهم على الحاسة هذية باش نجمو نخليوهم يكونوا ممتثلين على الأقل ويمشيوا في التوجه هذا نعم هو الطفل هو مصلحي هو كإنسان هو مصلحي بطبيعي يعني يبحث عن المسألة ولكن الولي يجب أن يرشد هذي المسألة نجم تكون المصلحة ما هيش مادية ما تكونش مادية ما تكونش مكافأة مادية أو كباش نعمل لك فطور ولا باش نشري لك لبسة ولا باش نشري لك بسكليات اي لا موش هذية المسألة مثلا أنا كيف نقل وراي القصة هذية باش تقراها وباش نتعاية لأصحابك في الحومة وباش تتمثل الأدوار متاحها فهمتني وباش تعملوا نواة متاع مسرح في الحومة نهار تمثلوا الدور اللي هنا وتمنهار تمثلوا عند صديق آخرنا وأعملوا وما ترجعوا للعطلة اللي تكونوا وعملتوا المسرح يريد هزهل سيد هزهل المعلم هو باش يقول يقضي العطلة وهو عنده مشروع عنده مشروع يحب يكمله فهمتني وفي نفس الوقت نشركه مع أصحابه ولهنيا قاعد نخدم في برشا حاجات قاعد نخدم في كيفيات أفقية وقاعد نخدم في مهارات حياتية دي بيرفورمانس دي اللي قاعدين نتكلموا عليها اللي هي طاغية في الميدانة التربوي بيس فاروق أنا حسيت حسيت من وراك لامك برشا حماس وبرشا حب للصغار والنشأ متاعنا يعني اليوم عكس لبرشا الناس يقول لك وأنه زمن صعيب وزمن فيه برشا تحديات وصغارنا يحكيوا عليهم بنظرة فيها سامحوني يعني بين ظفرين برشا التشاقومية يبدو أنه لا بد وأنه يقعد عندنا هالأمل هذية أنه نكافح من أجل أنه صغارنا يكون المعرفة ترجع تتبوي بصدارة الاهتمامات متاحهم أكيد أنا متفائل الحقيقة أنا عملت 27 سنين في القصم وتوى 7 سنين في الإرشاد معنا مساعد بيداغوجي ونشوف في صغيراتنا ونشوف النبو ونشوف المستوى لا لا يقارن باللي قرناها احنا قبل وقلوا المجلس كانت قبل لي مش صحيح منها الكيفيات يتكلم أو يواجه أو عنده الفكرة النقدي أو عنده برامج متعنا بها لكن البنية التحتية هي لتعبة والرؤية الحق الرؤية لا يوجد واضحة بالحق المدرسة التونسية الابتدائية تعيسة وتعيسة جدا معناها مقارنة بدول أخرى مدرسة الابتدائية تعيسة جدا معناها كأنها كثكنة كأنها لا يوجد غبطة لا يشعر بالفرحة المدرسة وربطا بالكلم الذي تقول في سيتك سي فاروق كما نحكيه على العطلة كيفاش النجم ونخليها فضاء للترفيه والدراسة من المفروث انه بعد العطلة كما عيش نحنا على الاقل جيلنا ولا جيلكم كنا كي نرجع للقراية نرجع بفرحة كبيرة كنا نستنى وقتاش نرجع الوقاعة الدراسة اليوم الحماس هذية قل شوية وهذية عنده برشة الحقيقة برشة حيثيات حتى نجاوبك على شقال انا اذا كان انا عديت عطلة ما فيها حد شيء مفاحت شيء معنا عطلة بيضاء معنا فراغ وقت فراغ فمتني ماذا بي من رجعش نقل لانو اسحابي بيش يرجعوا بش يحكيه ولا تجاربهم الايجابية اي بيش يرجع الى الاستاذ يقولوا اعمللي في موضوع انشاء اكتب لي اين ذهبت او اين كذا ما كيف فقضيت العطلة معروفة معنا فمتني اي وانا ما عندي حد شيء فراغ سأشعر بالخجل سأشعر بالانزيوة بالانتيوة بينما هذك على شيء انا الطفل يتشوق الى الرجوع الى المدرسة واضح لانه هو جيم التعب بيش نخليه يرجع لك التعب هو فرحان يزني انا نعطيه حافز يخليه يحب يرجع بش يحكي تجاربه اللي عاشها مع الاسرة مع الاهل مع الاقارب مع اطرابه هذا يعطي مشروعية لحديثنا اليوم قديش مهم انه حسن تسيير وحسن التخطيط للعطلة هذية باش الصغير يعيش زمن الاجتماعي وزمن المدرسي بطريقة فضلة تخليه وانه دي ما يكون عندك الشغف بالعلم ويحب يتميز ويحصل اعلى الدرجات شكرا لك سي فارو شكرا لك ان شاء الله تكون حاضر بينتنا في مرات جهي حبيت نهدي لكم انا خطر شاعر حبيت نهدي لكم بعض الكلمات انا حسيت بيكرا حسيت فما حس فني وراه هذا الكل صباحكم صباحكم تونسي الهوى بعطر يغذي ذفاف الحنين وورد بمعصول حلم الربا ونبذات قلب بخفق الجنين واوطار عود لكم قد شدا باللحن ما طاب فيه الانين صباحكم تونسي الهوى وعقد من الفل والياسمين الله عليك سي فارو شكرا لك مش مش غريبة ذايا على رجل قضى اكثر من سبع عشر سناي في المجال التربية والتعليم ولا زلت اعشال ربي طول في عمرك وهكا تلمذنا ذكرتني ببرشة لحقيقة اسماء تعديو في مسيرتي الدراسية شكرا لك ممتنة على الاشعار هذه الهدية نعتبرها هدية قبلت بكل حب للاسباحكم تونسي شكرا لك سي فارو اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 موسيقى